اصدقائي العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشركة العريقة مارسيليس بنز رمز الفخامة والامان في السيارات النهاردة هنتكلم عن اسعار السيارات المارسيليس الجديدة في مصر موديلات 2019-2020 وكل عربية هنتكلم عنها وعن مواصفاتها وامكانياتها وسعرها هحاول اكون مختصر وهتكلم بسرعة علشان الفيديو مايطولش والناس تزهق ولو عجبك الفيديو ممكن تضغط على زر اعجبني وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الجديد نبدأ على بركة الله مارسيليس بنز سيارة باربع ابواب ولكن بتصميم كوبير رياضي تم تقديم الجيل الاول منها عام 2004 والجيل الحالي منها هو الجيل الثالث بتتوفر سيال اس في مصر بثلاث موديلات سيال اس 350 و سيال اس 450 فورماتيك و سيال اس 53 ام جي فورماتيك بتأتي السيال اس 350 بمحرك من 4 سلندرات بسعة 2 لتر مزود بشاحن تيربو ينتج قوة قدرها 299 حصان و عزم دوران 400 نيوتر متر تستطيع الانطلاق من الصفر الى 100 كيلو متر في الساعة في 6 ثواني وتصل الى سرعة قصوة 250 كيلو متر في الساعة اما بالنسبة لسيال اس 450 فورماتيك و سيال اس 53 ام جي فورماتيك فالتنين دور مزودين بمحرك من 6 سلندرات بسعة 3 لتر و شحن تيربو ينتج المحرك بتاع سيال اس 450 فورماتيك قوة قدرها 367 حصان و عزم دوران 500 نيوتر متر قادر على دفع السيارة من السبات الى 100 كيلو متر في الساعة في 4.8 سنية اما المحرك السيال اس 53 ام جي فورماتيك ده بينتج قوة 435 حصان و عزم دوران 520 نيوتر متر بتتسرع السيارة من السبات الى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 4.5 سنية يأتي الجيل الجديد كليا من طراز سيال اس بتصميم جديد و عصري بيتماشى مع خطوط التصميم الجديدة لشركة مارسيريس كالتي رأيناها في طراز اي كلاس من قبل وتظهر واجهة السيارة الامامية بالشبكة الجديدة المميزة مع المصابيح الامامية بتقنية ليد والتي بتظهر شخصية السيارة الهجومية بتتضمن التجهيزات الاساسية للسيارة سيال اس 350 نظام تعليق اهوائي ومصابيح امامية بتقنية ليد وشاشة كبيرة للنظام المعلوماتي ومجموعة كبيرة جدا من التجهيزات لمساعدة السائق اثناء القيادة بالاضافة العجلات معدنية جنوط مقاس 18 بوصة اما طراز سيال اس ربعمية وخمسين فبيتميز بوجود ابواب كهربائية الغلق ومخرج عادم رياضي ومنقه لهواء المقصورة الداخلية مع وجود خاصية التدليج بمقعد السائق يتميز الطراز الاعلى اللي هو سيال اس تلاتة وخمسين بنظام عادم رياضي من اي ام جي ومقاعد امامية كهربائية يمكن تعديلها في جميع الاتجاهات ولوحة شحن هواتف لاسلكية مع مجموعة نايت كتجهيزات اساسية السائرات مارسيليس بنز سيال اس تلاتة وخمسين اللي هنتكلم عليها النهاردة سعارها في مصر مليون تسعمية خمسة وستين الف جنيه لفي حالة الكاش بالنسبة للإست لو هتشتري بإست على خمس سنواته بمقدم عشرين في المية هيكون مقدمك تلاتة وتلاتة وتسعين الف جنيه مصري والإست الشهري هيبقى خمسة وربعين الف جنيه على ستين شهر بالنسبة للسيارات السيال اس ربعمية وخمسين والسيال اس تلاتة وخمسين دي غير موجودة في سوق المصري حاليا وسعرها في بلدها سبعين الف وتسعمية يورو يعني حوالي مليون خمسمية ستة وتلاتين الف جنيه بدون شحن وضرائب تتوفر مارسيليس سيال اس تلاتمية وخمسين بمحرك بيعمل بالوقود بسعة اثنين لتر موزع على أربع ستوانات بيولد قوة 299 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة وعزم دوران ربعمية نيوتن عند 3000 لفة في الدقيقة بيتصف بناء الحركة أوتوماتيك مكون من تسع سرعات من فئة جيترونيك بينقل الحركة إلى العجلات الخلفية وتمكن منظومة القوة السيارة من التصارع من السبات وصولا إلى سرعة الميت كيلو في زمن ست سواني بينما تبلغ سرعتها القصوة 250 كم في الساعة استهلاك الوقود داخل المدينة لكل 100 كيلو تسعة وتلاتة من عشرة لتر استهلاك الوقود على الطرق السريعة لكل 100 كيلو خمسة وستة من عشرة لتر يبلغ طول مارسيرس بنز سي إل إس تلتمائة وخمسين الكلي 4 متر 98 سنتي عرضها الكلي 1 متر 89 سنتي ارتفاعها الكلي 1 متر 43 سنتي وطول قاعدة العجلات 2 متر 93 سنتي وساعة حقيبة التخزين الخلفية 490 لتر بالنسبة للمواصفات السيارة بالتفصيل كالقاتي ساعة المحرك 1991 نقل الحركة بتاعها استيبترونيك عدد النقلات 9 النمط بتاعها سيدان 4 باب عدد سلندرات 4 سلندر عدد السبابات 16 حقن للوقود طبعا إلكتروني قوة المحرك 299 حصان عند 5800 لفة تصارعه من صفر ل 100 كيلو متر بيوصل في 6 ثواني الدفع بتاعها خلفي عدد المقاعد 5 وعدد الأبواب 4 متوسط استهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كيلو ساعة خزان الوقود 80 لتر حجم صندوق الأمتعة الشنطة الخلفية 490 لتر نوع الوقود اللي بينصح باستخدامه بنزين 95 سرعة القصوى للسيارة 250 كيلو متر ساعة نوع نظام التوجيه لهذه السيارة Electric Power Assisted Steering قطر الدوران 11.6 متر الوزن المبدأ للسيارة 1775 كيلو جرام الوزن الممكن تحميله في السيارة 645 كيلو جرام الوزن الإجمالي بعد التحميل بيبقى 2 طن 420 كيلو جرام نوع نظام التعليق الخلفي مستقل متعدد الوصلات بيسموه المالتي لينك ونوع نظام التعليق الأمامي مستقل اللي هو الضابل ويشبون بالنسبة لأنظمة الأمان في السيارة فيها نظام ABS على الأربع عجلات نظام التحكم الإلكتروني بالسبات اللي هو ESC توزيع إلكتروني للفرامل EBD بالنسبة للتوازن الإلكتروني فيه برنامج توازن إلكتروني اللي هو ESB نظام التحكم في قوة الجر عوارض حماية من الصدمات الجانبية أحزمة أمان أمامية بإمكانية الشد المسبق وحزام أمامي بتقنية حدود الحمل وسادة هوائية أمامية للسائق وسادة هوائية أمامية للراكب الأمامي وسادة هوائية جانبية للسائق وسادة أيضاً هوائية جانبية للراكب الأمامي وسادة هوائية ستائرية فيه أحزمة أمان خلفية متعددة النقاط فيه كاميرا خلفية وكراسي كهربائية نظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبلايزر ضد السرقة جنوت رياضية مقاس جونت 18 فوانيس ضباب أمامية وخلفية فيه أضواء نهارية مساحات طبعا خلفية ضبط المريات جانبين بالكهرباء وطي المريات الجانبية بالكهرباء إشارات بالمريات الجانبية إضاءة المصابيح زنون مساحات للمصابيح الأمامية مصابيح أمامية حساسة للإضاءة مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار تحكم بالمصابيح الأمامية عن طريق عجلة القيادة إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية لد النظام الذكي لركن السيارة فيه نظام صوتي متكامل بسماعات عميقة وموزعة 360 درجة مشاغل أقراص مدمجة اللي هو DVD و MP3 فيها مدخل AUX مدخل USB فيها بلوتوس مساند راس أمامية وخلفية زجاج كهربائي أمامي وخلفي التحكم بالزجاج بلمسة واحدة التحكم عن بعد في غوك وفتح الأبواب فيها التحكم في ارتفاع كرسي السائق أوتوماتيك كلها فرش جلد طبيعي نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك فيها فتحة سقف كهربائية كاميرا خلفية فيها كمبيوتر رحلات عجلة القيادة بتاعتها إلكتروني عجلة قيادة بها أزرار تحكم في كل شيء يعني مش هتضطر تسيب عجلة القيادة علشان تصبط أو تشغل أي حاجة مسبت سرعة فيها عجلة القيادة جلد نائل الحركة كمان جلد فيه أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية فيه إمكانية طي ضهر المقاعد الخلفية فيها ولعت سجاير وطفايت سجاير بالأمام والخلف أمامي مكيف ومسند يد خلفي فيها درجة تخزين أمامي بالإضاءة مخارج كهرباء مخارج كهرباء بالشنطة الخلفية فيه نور بالشنطة الخلفية حزام أمان خلفي النوافذ بتاعتها بدون إطارات طبعا سيارة CLS 350 اجتازت اختبارات السلامة الأوروبية اليورو إن كاب سنة 2016 وخدت تصنيف خمس نجوم درجة السلامة بالنسبة للبالغين 95% درجة السلامة بالنسبة للأطفال 90% درجة السلامة بالنسبة للمشاه 77% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر